بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بيكم في برنامجكم موضوع للنقاش حلقة النهاردة عن أهل الريف وطيابة أهل الريف عندنا هي استغاثة مواطن نتعرف بالضيف اللي معنا الأولي عرفنا بنفسه وبعد كده نبدأ الحلقة أهلا نساهم حضرتك الله يخليك يا فن اسم حضرتك محمد أحمد محمد علي من أسود البداري قرية تلزايد أهلا نساهم حضرتك الله يخليك يا فن إيه الشكوة اللي مع حضرتك والله حضرتك أنا من 30-12-2019 اشتريت شقة لأيت إعلان على النيت حضرتك بشقة معروضة للبيع في الجيزة شهر 38 شهر ربيع الجيزي طبعا أنا اتصلت بالإعلان ده الرقم اللي في الإعلان رد علي واحد الشقة دي موجودة قال ما موجودة طلعت قعدت معنا وهو على الأهوة في شهر ربيع الجيزي أهوة ربيع الجيزي بالتحديد كده تمام تمام قعدنا لهوة طلع خد جاب المفتاح وقلت له فردنا على الشقة طلعنا تفرجنا على الشقة وتمام التمام ودخلت وطلعت وزي الفل تمام قلت له طب ممكن تكلم لي الراجل اللي هو المشتري اللي هو الراجل صاحب الشقة تمام تمام هلا أكلمه لك رح تكلم طبعا تكلم الراجل ده جي قعدنا طبعا اتفاقنا خدت أول حاجة خدت البطاقة بتاعته رحت سألت عليها ربما يكون عليها أحكام هو كان معك آه كان معايا يعني رحت الاسم هو معايا هو معايا معايا تمام آه سألت على البطاقة بتاعته حضرتك لقيت البطاقة بتاعته سليمة وتمام تمام وزي الفل ماشي كتبنا العقد من بعد ما كتبنا ضبعا حضرتك فيه عقد البيعه هو تمام آه خدت من بعد عقد البيعه ما كتبته رح عملي توكيل في الشهر العقاري تمام توكيل حضرتك هو تمام تمام آه من بعد توكيل حضرتك رح تواخده لإسم الجيزة وضحه للشاشة ماشي او ده العقد تمام تمام بعد العقد رح عمل لي توكيل تمام عمل لي توكيل في الشهر العقاري تمام بعد التوكيل حضرتك رح تواخده الاسم الجيزة تمام رح عمل لي محضر عملت له محضر تمام انه هو باع واشترى يعني محضر اسبات اسبات اه اه محضر اسبات تمام عمل المحضر وتمام تمام بعد كده حضرتك روح تمقدم على قدمت على التليفون للشقة للشقة تمام قدمت على التليفون للشقة الورقة بتاع التليفون اهو بعد ما كتب العقد استلمت الشقة استلمت الشقة عادت فيها قديه عادت فيها ما يقرب عن شهرين شهرين اه شهرين ما حدش جيلك ما فيش اي حد جيه ولا اي حد تعرضلي ولا اي حد طلعه ولا في اي حاجة تمام بطلع الشقة بتاعتي بنزل براحتي تمام تمام فيش اي حاجة حضرتك تمام بعد كده ايه اللحصل بعد كده حضرتك طبعا من بعد شهرينجيط طبعا أنا من بعد ما قدمت على التليفون خدت بعضي روحت البلد الشاقة دي موجودة في ميدان الجيزة 38 شارع ربيع الجيزي الدور الثامن شاقة 81 تمام شاقة رقم 81 قدمت على التليفون وخدت بعضي روحت البلد تمام الورقة التليفون معي اه هو حضرتك تمام الورقة هو تمام الورقة تمام تمام اللي هو بتاع الجيزة بيقول لي التليفون جيه حضرتك تعال عشان اه اه اوصل تكمل بيئة الإجراءات اعجب لك لا اركب لك السلك واركب لك العدة بتاع التليفون تمام سلم تليفونه جيت طبعا بحاول افتح الباب لقيت الباب المفتاح مش بيفتح تمام طبعا دي حاجة غريبة ازاي ما انا فاتح وقافل ومروح ايه اللي حصل بحط ايدي على الباب بادوس على الباب الباب راح تغير فتح اه ايه الوضع ده دخلت لقيت حد راح جاييني بدون ذكر اسمها حضرتك ماشي حد محامي جاني ماشي فبيقول لي انت بتعمل ايه انا وقلت له انا في ملكي شقتي تمام هلأ ده الشقة دي بتاعتي ابن عمي تمام من اربع سنين وهو اخدها تمام قلت له ادي الورق بتاعي والاودات بتاعتي الشقة اللي طلعي مش شقة اللي جنبيك على طول مش شقة اللي جنبيك على طول حضرتك تبدا كان فين في الشهرين مش عارف هي الحيطة في الحيطة حضرتك تمام الشقة تاعت المالية كده وشقته كده تمام تمام قلت له حضرتك طب انت حضرتك كنت فين من شهرين ما جتنيش ولا سألته ولا نطالة ونازل ما جتش خدت احكام حكم صح التوقيع بحضوري بيقول لي خدوا بالتوكيل اللي هو اللي عملهولي قلت له لا انا ما اخدوش بالتوكيل تجيني ماشي وتديني الحكم حضوري خدت الحكم حضرتك اهو حضور اهو من محكمة الجيزة تمام تمام كده طبعا حضرتك ما طلع طبعا قد تتكلم انا هو بقول له قد الورق بتاعنا كله هو فين ورقك انت قال لي انا ما ينفعش تطلع لك الورق عشان سريت المعلومات قلت لي ما ينفعش حاجة اسمي سريت المعلومات الحاجة دي فيها حاجة واحدة بس ان انا راجل انت لو ملكك فعلا انت راجل لقيتني قاعد في الشقة دخلت الشقة المفروض انت تطلع الورق وتقول لي قد الورق بتاعه صح مش هدي لك مش هطلع لك الورق تمام قلت لي طب احنا دلوقتي مش هينفع نعمل مشاكل مع بعضينا ولا اخناقات ولا حاجات دي احنا نعمل حاجة صغيرة بس بيقول لي ايه قلت له احنا نتعامل قانوني رح تمسك التليفون بتاعي وروح تمتصل حضرتك على النجدة تمام اتصلت على النجدة بالتحديد حضرتك كان في التاريخ اه واحد اتنين واحد اتنين 2020 الساعة عشرة واربعة دجايك دي كانت اول مكالمة وباجي المكالمات حضرتك كلها اهي بتاعت النجدة اهي بالرقم بتاعه تمام دي المكالمات اللي انت اتصلت بالنجدة بيه اتصلت طبعا حضرتك بالنجدة بلغت ماشي ان فيه حد انا دخلت الشقة بتاعتي تمام النيابة بيقولوله سبت الورق بتاعنا كله ده بيقولوله فين الورق بتاعك قال حضرتك الورق بتاعنا ما جبتوشي لسرية المعلمات وهجيبه وكل النيابة قال له لا تجيب الورق قال له خلاص هجيبه قعد اسبوع حضرتك المحضر مكتوح على انه هو يجيب الورق وما جابش الورق والمحضر اتقفل على الوضع ده ازاي اتقفل تمام اعرفش روح تسألت على المحضر قال له المحضر اتقفل خلاص كده حفظ أو تركن أو كده الله أعلم بالموضوع ده تمام يعني أنت ما سألتش أنا بص لحضرتك ما سألتش طلعت حضرتك من النيابة راجع على الشقة لقيت الباب تغير خالص وركب باب مصفح باب حديد يعني آه باب حديد رح تطلع تاني يوم حضرتك رح تعمل محضر عملت المحضر عملت محضر بالفعل عملت محضر برضه في اسم الجيزة إن الشقة بتاعته تصبت تمام من قبل فلان من قبل آه تمام ناشي من قبل فلان وبيقولي بالتامي بغتصاب الشقة بتاعتي بس كده تمام اتصلت طبعا حضرتك على الرجل السمسار اللي هو جاب لي الشقة طبعا احكيلي العقد أنا بكلم دوقات ساعة كتابين العقد آه إيه وينتو بتكتبوا العقد وحنا بنكتب العقد حضرتك سلمت الفلوس دي قدام شهود قدام الناس اللي هي السمسار ده قدام السمسار قدام الشهود بتاعت العقد وفيه ناس شهود برضو العقد فقال بيه شهود أيه فيه شهود طبعا تمام العقد فيه شهود وفيه ناس تاني شهود حضرتك برضو واستعلمت عن اللي بيع لك الشقة أو اللي ماضي على العقد استعلمت عنه في النيابة موجود وطاعته سليمة موجود وطاعته سليمة وصورة البطاعة حضرتك معاي برضو هنا تمام صورة البطاعة حضرتك معاي هنا تمام آه موجود وصورة البطاعة بتاعته حضرتك آه تمام صورة بطاعة تاني شهود ومزبوطة وتمام تمام وزي الفل بس انا ما لايغوش اصلا فص ملح وده بكده معرف فلوس خد الفلوس خد قديه من بعد ما كتبنا ستتمائة الف جنيه كتبت في العقل التلتمية وقالوا لي ما تكتبش غير التلتمية بس ليه قالوا عشان الضرائب وعشان مش عارفه وعشان لما تيجي تسد ممكن ياتخذ عليك فلوس وياخده عليك فلوس ومش عارفه وكده تمام وطولهم طب يا اخوالنا وبجي الفلوس التاني ده بالتلتمية التاني ايه اللي ضمنني انا اصلا انه يحصل كده هو ما حصلش علي نصب ولا حاجة الرجل السمسار ده قال خد اصال امان علي انا هدهولك بخمسمائة اقل يا عم هاخده بقى حاج بس الوالتلتمية الف جنيه قالوا والله لتاخده بنفس الكلام لتاخده بخمسمائة اقل رحمة ديني واصل بالخمسمائة واصل بخمسمائة اقل ده اللي انت استعلمت عنه لقيت البيانات بتاعته مزورة تمام استعلمت عنه طبعا ماشي لقيت البيانات بتاعته مزورة لقيت رقم البطاعة بتاعته مزورة تمام والاسم اكيد طبعا هو اكيد الاسم مزور بس هو ماضي برضو بالاسم حتى ان كان مزور حضرتك فهو ماضي باسمه بخطه بخطه هو والبصمة بتاعته سليمة ومصومة قدام تمام يبه كده حضرتك انا لو طلبت حتى لو رحت رفعت السبب اللي خلاني انا مروحتش هرفع قضية ولا كلام ده انا لو رفعت قضية بالعجد ده العجد مكتوب فيه تلتمائة الف اتنية بس تمام السمن تلتمائة الف فانت عايز تتبقى قضية واحدة فحضرتك عايز تتبقى قضية واحدة انه انا طالب بالمبلغ اللي في اصال الامانة وطالب باسترداد المبلغ بتاعه والشرط التزاق اللي هو في العجد بتاعه يعني اعزائي المشاهدين الاستاذ محمد مواطن زي اي مواطن اتعرض لحالة نزب طبعا احنا كشعب طيب الشعب المصري بطبيعته شعب طيب حالات كتير بالشكل ده موجودة في مصر مش الاستاذ محمد بس يعني في حالات كتير موجودة في مصر طيبين ولكن انا عايز اوجه رسالة للمجموعة اللي هي نصبت دي ازاي 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 ضمركم سمح لكم بدا ازاي ضمركم يعني انتو بتتكلموا في ستمائة الف يعني باع ارض يعني باع كل ما يملك مش عارف الحالة اللي قدامي يعني راجل باع ملكه راجل باع ارضه انت جمعت الفلوس دي ازاي اقسملك بالله باع ارض في البلد وحضرتك بص انا تعبان وعندي كذا عمالين انا لما بعت ارض في البلد ورحت هاخد حاجة زي كده هشتري وظيفة نفسي هشتري وظيفة نفسي طمعا ان انت مثلا تاخد الاجار هشتري وظيفة نفسي كده ازاي وظيفة ان حضرتك دي هاجرها مثلا انت اجرت مثلا اربعة تلاف خمس تلاف جنيه في الشهر تلات تلاف جنيه في الشهر كل شهر هروح اجبط حضرتك أنا المبلغ ده كل أول شهر من المستاجر إذنك بنعملت مرتب لنفسي أنا رجل عندي كذا عملية حضرتك والناس ده حضرتك الأرقام بتاعتها هيا دي الشيء الجديد إن فعلا المكالمات أو الأرقام بتاعتهم مفتوح وده شيء أنا مش لأستاذ محمد حض طيب زياد عن اللزوم طبعا البرنامج هيبدأ ياخد إجراءات من اللحظة ديت هنبدأ نتابع مع الأماكن بتاعتهم وهنشوف الأماكن اللي موجودة في إجراءات كتير طبعا النقصة مع الأستاذ محمد هنشتغل عليها إن شاء الله عايز تقول إيه للمسؤولين لللي بيسمعوا الحلقة الأول خلينا نتكلم للمشاهد الأول والله أقول المشاهد خلي بالك من الناس دي وما تديش أمان لأي حد وما تباش طيب للدردة اللي هي ممكن تطمع الناس فيك وتخلي الناس تنصب عليك لإن أنا فعلا عملت الناس كلها طيبة وبحسن نية وبضمير سليم وللأسف ما لجيتش حد بيماشيني بالوضع ده هو ولا ما لجيتش حد أصلا يعني يجدر يعني الأسلوب ده هو أو الطيبة أو الاحترام أو أن البناء دم يعني يتعامل بحسن نية ده النصيحة اللي أنا بقولها لكل المشاهدين يخلوا بالهم وما يتعاملوش بحسن نية بكل الأمور برغم أن أنا عايز أقول على حاجة والله 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 لو الناس اللي هي مخالفين للقانون يشغلوا دماغهم نص ما بيشغلوها في الحرام أو في المصادر الحرام يشغلوها أن هما يجيبوا فلوس حلال أو يشتغلوا شغلانة شريفة والله والله لا يكسبوا أكتر من اللي هما بيكسبوه الحرام دلوقتي بيشغل دماغه يسرق إزاي يطلع على المواسير إزاي يرائب صاحب المكان إزاي ينزل بالحاجة إزاي يبيعها إزاي شغل دماغك في حاجة مفيدة شغل دماغك في حاجة تفيد بلدك تعرف تنام السعادة مش بالفلوس السعادة بأنك تنام وما انتش خايف أن حد من الشرطة أو حد من الأهالي أو أي حد يكسر عليك بابك أو يخش عليك بابك ويغبك رسالة لكل الناس اللي بتشاهدنا أو كل المشاهد بيفكر أو بيعمل شيء زي كده السعادة والله ما بالفلوس وهو اللي بيسمعني عارف ده يعني أي حد شغال بالشكل ده أكيد عارف ده السعادة مش بالفلوس السعادة لما تنام وانت ما انتش خايف من حاجة السعادة لما ابنك أو بنتك أو زوجتك ما تفقدكش يعني لازم نخلي بالنا ان مش كل حاجة فلوس مش كل حاجة المتعة أو طبعا طبعا فيه ناس بعايزة فلوس عشان تجيب مخدرات أو تشرب حاجات زي كده ولكن والله انت بتدمر أسرتك وبتدمر نفسك ما بتخدمش أي حاجة دي رسالة للحالات اللي بتشكل ده أو الناس اللي بتشكل ده انا عايزين ننهط عايزين نغير نعمل حاجة مفيدة اعمل حاجة مفيدة تفيد بيها نفسك قبل ما تفيد بلدك لما المواطن بيطالب حقوقه من الدولة الرجاء انه هو الاخر يراعي حقوق الدولة عليه يراعي حقوق حرمة الإيجار ويراعي حقوق الناس اللي حواليه قبل ما تطالب بحقوقك ادي الحق اللي عليك الأول قبل ما تطالب بأمانك ادي الأمان لللي حواليك الأول أستاذ محمد عايز تقول إيه للمسؤولين اللي سمعيننا دلوقتي ورجال الشرطة بالأخص أنا بكلم على رجال الشرطة لأنهم الجهة المنوط بيها لمواجهة ومحاربة تلك الظاهرة والله أنا بقول رجال الشرطة ربنا يعينهم على اللي هم فيه بس يخلي بالهم من الناس الغلابة اللي زينا شوية يضيبوا حقوق الناس أنا لما روحت اشتكيت حضرتك وعملت المحضرين المحضرين اتحفظوا ومحدش سأل فيه ليه الله أعلم ليه الأسباب إيه مش عارف إيه ما بيدوروش ليه على الناس دي مش عارف أنا ما بيدوروش ليه بقول لهم خلوا بالكم من الناس اللي ملهاشي وسطة الناس اللي ملهاش ضهر الناس اللي ملهاش حد يسندها كلنا ضهر وانت جاي هنا على منبر إعلامي عشان يبقى ضهرك وكلنا ضهرك وعايز أقول لك على حاجة مش كل مش كل الناس كده مش كل رجال الشرطة كده مش عايز أقول لك إنها واحد على ألف أو يمكن نادر أولا ما تلاقي حد بالشكل كم رسالتك لو ليك كلام عايز تقوله للمسؤولين مش للشرطة بس لكل مسؤول في البلد أنا بنطلب كل مسؤول إن هو يعني ينظر لي نظرة نظرة رحمة نظرة رحمة يطلب لي على حاج يردع لي حاج يردع لي حاج يصال أمانة البصمة سليمة جدامي والخط خطه بنطلب كل المسؤولين تديب لي الراجل ده الراجل ده اللي بصم لي هو ده هو ده في الأساس اللي ضحك علي أصلا مش صاحب الملك بس مش الراجل اللي باع لي بس لا هم شبكة مع بعضيهم صاحب الملك ده باع الراجل ده هو اللي غفلني وداني قصة الأمانة فلو بنطلب المسؤولين جاب لي ما يديبوه لي الراجل ده اللي هو اللي مضى على العجل ان هما يديبوا الشخص ده مش هديله لفظ يديبوا الشخص ده هو اللي بصملي على الإصال هو وجعني الواجعة دي أصلا عشان لو مجاش الشخص ده ممكن هيوجع زي ما وجعنا أنا كده هيوجع واحد وآلف تاني المطلوب من السادة المسؤولين ان هما يجيبوا الشخص ده البصمة بتاعته سليمة حضرتك بترن عليه وبيرد عليك بترن عليه حضرتك مشوا أرقامه وأرقام جرائبه كلها دي أرقامه وأرقام جرائبه كلها وفيه أرقام حضرتك من الأرقام دي عليها فودفون كاش وفودفون كاش على ما ظن حضرتك ما بتعملش غير بالبطاجة وبالاسم السليم وبالانوان اللي في البطاجة صح لازم يبقى من السليم عشان بيصرف الفلوس بيبعته وبيستيله فما دمت معمولة على الأرقام دي فودفون كاش فيه الأرقام معمولة على فودفون كاش يعني فيه عنوان يعني فيه اسم حجيجي لما بتكلمه يقول لك ايه بيستفزني مرة حضرتك يقول لي خلاص ماشي هاجب لك الفلوس مرة يقول لي مالكش عندي فلوس مرة حضرتك يقول لي طب خلاص عندي عندي اثار هنبعت لك حتة منها وعشان تاخد بها فلوسك تمام يعني هقول لك ايه حضرتك انا ممكن حضرتك اتصل على الهوى دلوقتي وسماعك حضرتك ماشي الكلام بتاعه هو يقول لي الكلام ده بستفزني برضو بالوضع ده انا راجل ما تاجر اثار ولا راجل ليه في الكلام ده انا راجل لو تاجر اثار اصلا ما كنتش بيحت ملكي عشان ادي هنا واخد شجع عشان اخد منها جرشين عايش بيهم انا وعيالي كل شهر انا لو راجل تاجر اثار ما كانتش دايق بوضع ودايق بحالي كنت بجيت افضل من كده بكتير انا راجل ماليش في دجارة العصار ولا القصص دي اللي بيقولوها هم ولا الوضع ولا الامور ده خالص ارقامهم ما هي حضرتك انا ممكن حضرتك على الهوى اتصلك على الارقام دي بيردوا عليك بيردوا عليها حضرتك بيردوا عليها وبيستفزوني بيردوا عليها وبيستفزوني طب اعمل ايه ما عارفش اجيبهم اعزائي المشاهدين المفروض ان احنا نعرض الصور ولكن مش هنعرضها لاني لسه تم التواصل فعلا مع جهات امنية بخصوص الموضوع دوت ودون خطوات المفترض الاستاذ محمد يعملها فهم مش هنعرض هما ما اجدبش عادي انا اعمر بيك نفسي لا 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 بعد اخترامي حضرتك كالنس في حاجة بس ان انا اعرض الصور جدام الشاشة جدام الناس كلها عشان اللي يتعرف عليهم حضرتك همه تلاتة التلاتة حضرتك ماشي اتنين اللي هو السمصر الاساسي اللي هو الراجل ده اللي بصملي على الاصال واثنين اولاد عمه جرايبه جرايبه الصور بتاعتهم حضرتك معايا وعند حضرتك فانا كان نفسي حضرتك الصور تتعرض عشان اللي يتعرف عليهم عشان المسؤولين عشان الدين يدخلون عشان الناس حتى تحرص منهم يا عامر بيه طيب عشان حتى الناس تحرص منهم بعد كده لما يشوفوا شكلهم الناس تتحرص منهم طيب لو لو ان شاء الله وده مش هيحصل اكيد لقينا ان في اهمال هنعمل ده احنا كلمنا بعض الجهات الامنية او حد من الجهات الامنية وهو توعد بانه هو حيتولى الموضوع بجدية طبعا وحنناقش خاصة من التليفونات بتاعتهم مفتوحة وده يسهل كتير عايز اقول ان عبء على وزارة الداخلية كبير جدا رجاء من كل رجال الداخلية النظر النظر بعين الرحمة لكل مواطن بسيط رجال الداخلية مسؤولة عن امن المواطن البسيط مسؤولة عن امن المواطن البسيط والشعب مسؤول كل مواطن جنب منه حد وحش او حد من الناس ديت وما يبلغش عنه او يخفي معلومات عنه سواء كان خوف سواء كان ارابة سواء كان صداقة بينه انت مش بتضر مش بتضر الناس اللي هو بيدرها انت مش بتضر يعني لو انت لو في مواطن جنب منه واحد بيتجر في المخدرات وما يبلغش عنه او ما يساعدش الشرطة انها تجيبه انت يعني خلينا اقولهم اللي جارك ده مش هيدرك انت لكن في واحد في مكان تاني هيدرك وهيدر بنتك وهيدر ابنك في واحد في مكان تاني هيدرك وهيدر بنتك وهيدر ابنك وهيدر زوجتك من عمل يعمل ولو بعد حين الامور كلها بيضرب بنا يعني لازم كل مواطن مصري يخلي باله وزارة الداخلية عليها عبء انها تسعى وتدور على الناس ديه وتأمن كل المواطنين البسطاء عشان الناس تعرف تشوفش يغلها محتاجين امان المواطن محتاج امان مش اكتر وعلى الشعب المصري بالذات وعلى كل مواطن مصري يخلي باله لو جنبك حد مش كويس رجاء رجاء ساند وساعد الشرطة في القبض عليه او ساعد الشرطة في انها تقنن وضعه عشان خاطر نحد من هذه الجريمة رسالة لكل مواطن خلي بالك خلي بالك ما تبقاش مطمع للنصاب ما تبقاش مطمع لتاجر مخدرات ما تبقاش مطمع لحرامي خلي بالك وامن نفسك وخليك حريص دايما خليك حريص دايما على مصلحتك وحريص دايما على المستندات اللي معاك اللي استاذ محمد يعني انا مش عارف عقود وبيع وشيرة مفيش محامي طبعك مفيش حد فاهم طبعك يقف معاك او يقعد معاك يعني يعني ارجع ارجع السبب الكبير على اللي حصل ليك في حضرتك في محامين حضرتك في محامين وفي ناس عايزة توقف وفي ناس ممكن توقف بس كل اللي جاي يقف حضرتك عايزي عايزي فلوس عايزي كمل عايزي فلوس طبعا البرنامج هجبن في الفلوس البرنامج مش هيقف على كده هنتابع مع الأستاذ محمد وفي اجراءات قانونية خلاص اتحطط وهنشتغل عليها وان شاء الله حق الأستاذ محمد يرجع وفي نهاية البرنامج اوجه الشكر لكل السيدة المشاهدون المشاهدون تابعونا في برنامجكم موضوع للنقاش شكرا لحسن استماعكم شكرا